بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير بصحة جيدة تنسكر المتابعين لقدامه الجداد والناس اللي تحقوا بهذه القناة تنقول لهم شكرا جزيلا إن شاء الله بحول الله وقوته على حسب الطلب غادي نحط واحد لصفاء رائعة وأكثر من رائعة كيف تتخلص من السحر المأكول والمشروب والقديم والمتجدد بهذه الصغر ربانية بإذن الله تكون مشافي معافي تكون إن شاء الله تتخلص من السحر المأكول والمشروب والمتجدد والسحر اللي تكون سحر التحقير السحر التحقير اللي تؤدي بالناس إلى العزلة وإلى أنه تحس برسه بدون قيمة إذن هذا سيكون السحر المأكول هو هو اللي تعطيك الخمول تعطيك نعس بزاف تعطيك تخواه تعطيك ألم في المايدة تعطيك بأنك حاس بغتيان حاس بدوخة حاس أنك ما قادر تدير حتى حاجة السحر المأكول تأثر على الجسد بواحد طريقة فضيعة جداً تتحس براسك بأنك عندك ألم في الجسد ديالك كامل ولكن بعد الأحيان يتمركز في المايدة يتمركز في القلو العصب يتمركز في الجهاز الهضمي إذن كي باش غادي نعالجو الجهاز الهضمي اللي عاطيني طاقة الخمول عاطيني السحر التحقير عاطيني ديما عندي النحس ديما عندي الحسد ديما عندي عندي أعراض ديما لا يعلموها إلا الله إذن نحاول أنني غادي نعطيك أستغربانية خدوها ب جش طرق اللي بغيتوا أنتما اختاروا اللي بغيتوا وكين تالت طريقة غادي نعطيها لكم لوجه الله تعالى إن شاء الله إذن أحبابي غادي نحضروا الزعفران شعر أو الزعفران الحر موجود في كل بلد في الهند في أوروبا في المغرب في العراق الزعفران الحر بحال هذا يكون جيد يكون رخيص أو غالي التمن هو في كل بلد إذن موجود عدنا الطمر موجود عدنا السنوج موجود عدنا اللي بغي يديرها بالتين يديرها بالتين اللي بغي يديرها بالطمر يديرها بالطمر اللي بغي يديرها بالسنوج يديرها بالسنوج يديرها بالسنوج أو التين أو أنه يديرها غير بالماء إذن عدنا ثلاثة وصفات إلا بغيتي أنك يديرها بالسنوج غادي تأخذي واحد طمر اللي غادي تأكليه 21 يوم 21 يوم 3 طمرات على الريق ولكن كيفاش غادي ندير لها هي اللي غادي نعطيكم دابة اول حاجة غادي ناخد الطمر اللي تعجبك انسان لما تعجبوش طمر ياخد تين والتين مذكور في القرآن رائع في طرد النواحس هو الطمر الطمر تعطيك طاقة تحجب لك الجسد ديلك من انواع السحر لبعيد والقريب والجاي المهم طمر رائع لانه في تحصين رائع الجن ما تبغيش طمر التين تو رائع مذكور في القرآن الكريم هو علاجي هو تعالج القلون العصبي هذوك الحبيبات ديالتين تحاولوا انهم يسحبوا قاع السحر لداخل القلون العصبي هذوك الحبيبات رائعين علاجين للقلون العصبي اذا نحاول ان شاء الله بحول الله وقوتي ناخد الطمر بنية الشفاء من السحر المأكول او المشروب او السحر تجديد او السحر اللي تأثر ليه على الجسد ديالي وتعطيني واحد طاقة الخمول تعطيني طاقة النحس تعطيني تحقير اذا السحر اذا السحر مأكثر عليها وبغيت نتعالج منه اذا السحر مأكثر عليها وبغيت نتعالج منه غادي ناخد نحسب 21 يوم نحسب عدد التمرات عدد التمرات ثلاث طمرات كل صباح على الرق مع كأس الماء كأس الماء اللي غادي نكون مرقياه وغادي ناخد واحد القنينة نوضع فيها سبع شعيرات ديال الزعفران وغادي ناخد هدك الكأس الماء مع الطمر ولكن هدوك الطمرات اللي غادي ان شاء الله بحول الله وقواته غادي نحط فيهم السنوج او ننسى اللي ما عندوش السنوج غادي يدير حلبة اما سبع حبات ديال السنوج او سبع حبات ديال حلبة وسط الطمرات مع مع الطمر مع شعيرات ديال الزعفران آآ شعرة غادي ان شاء الله نستفهم في واحد الوعاء ونديرهم في التلاجة كل صباح غادي نخرج واحد ثلاث طمرات غادي نهزهم في دياليمناء ولكن الماء اللي غادي نكون آآ فيها فيه الزعفران غادي يكون مرقي غادي نعطيكم الآيات اللي غادي ترقيه بيوم الماء اللي غادي تبقاه وتشربوه كل صباح على الريق اذا ان شاء الله من تسالي القنينة نعود نجددها ونعود نقرأ لها بحول الله وقواته وقواته الناس لمقارنش يقرأوا لهم ولادهم او ياخد البرطابل ويقرأ على هذا كلمة باذن الله اول حاجة بحول الله وقواته غادي ناخد تمر ناخد ثلاث طمرات كل صباح وحطهم في دي لمناء وغادي نقرأ لهم هذه القراءة ان شاء الله بحول الله وقواته غادي نقرأ لهم الفاتحة مرة واحدة وغادي نقرأ ان الله سيبطله سبع ان الله سيبطله بعد ما نقول اعود بالله من الشيطان الرجيم ان الله سيبطله سبع مرات وغادي نقرأ الآية التانية نقول اعود بالله من الشيطان الرجيم انما صنعوا كيدوا ساحر ولا يفلحوا الساحر حيث أتى غادي نقرأ هاته سبع مرات وغادي ناكل هذوك التمرات وغادي نشرب هذك الماء الماء نفس القراءة غادي تبدو بالفاتحة مرة واحدة وتقرأوا على الماء ان الله سيبطله سبع مرات انما صنعوا قيدوا ساحر ولا يهلحوا الساحر حيث أتى سبع مرات وغادي ناخد هذه القنينة ندير فيها سبع شعيرات ديال الزعفران سبع سعيرات ديال الزعفران الحر وغادي ان شاء الله نبقى نشرب كل صباح كأس كأس الماء ما ندخلوش للتلاجة نحاول انني بقى في الغرفة ديالي وناخد كأس الماء منه آآ يلجك ساخن مع الجوحار غادي نضيف ليه ماء بارد نضيف ليه شيء قليل من ماء بارد بايش يتعادل لك الماء ولكن ما تدخلوش للتلاجة طمر بدون قراءة ايلا دخلت للتلاجة بايش ما يخسرش مع الزنوج مع سبع شعيرات كل طمرة دير فيها تلاتة او سبعة او الانسان اللي ما عندوش الزعفران شعرة غا يستخدم عندوش الزعفران شعرة غادي يدير اما حلبة آآ حلبة وسبع حبات ديل الحلبة واما στοنوج الناس اللي عندهم للسنوج والناس اللي عندهم الحلبة يديرو الحلبة الناس اللي ما عندوش هاد الزعفران غادي خليوا الماء بدون زعفران غادي يديرو سبعوراق يديا الأوراق Français السدر آآ ناس اللي باغين يبدلو الطمر بالتين يديروا نفس طريقة كين يجيبوه ويمسحوه يحاولوا انهم يوضعوا فيه آآ نفس طريقة اما سبح حبات ديال السنوج ولا سبح حبات ديال حلبة مع القراءة صباحا كل صباح ندخل الغرفة ديالي ونقرأ في ديالي واناكل ادوك الطمرات مع كأس الماء لمقرأ ليه الرقية الشرعية. بدا تنتمنى انكم هات سيغدروها لانها غادي تحاولوا انكم تخلصوا من جميع الشوائب اللي عندكم الجسد. آآ غادي يلاجاكم غتيان غادي تحاولوا انكم آآ يلاجاكم غتيان هتحاولوا تفرغوا. آآ كين بعض الاحيان كين لم تيجيش غتيان ولكن تيتسرى بدك السحر على طريق آآ انسان العادي يخرج على طريق آآ لوضو الكبير. ولحاولوا اننا آآ نحسوا بريوسنا كيفاش كل يوم كيفاش نتحسن. هتحسي براسك بانك بديت تحسني تجسد ديالك تيبدأ يتخلص من السموم ديال السحر او تجديد السحر. واحد وعشرين يوم الى اه الى حسيس بالراحة وحسيت بانني هات الصيغة الربانية عجباتني وتخلصت وليت ناشيط في الجسد ديالي. غادي نحاول نكررها واحد وعشرين يوم. واحد وعشرين يوم. الناس اللي ما عندهم لا تمر لا هدك غادي اكتفيوا بالماء يقروا عليه مع سبع شعيرات ديال الزعفران. وحاولوا انهم يشربوا الماء هو تلماء مع الزعفران توا رائع اكتر من رائع. لان اي حاجة فيها القرآن الكريم الى اه وصفة ربانية وفي اخير وبركة للجسد. تتعطيه واحد طاقة ايجابية تتعطيه نشاط تتعطيه اه الجسم تتبنى من جديد. سبحان الله العظيم تدخلك واحد طاقة ايجابية من القرآن الكريم. اذا احبابي الى عجباتكم استغراء حاولوا انكم تخليوا لي لايك. دعموا القناة. تفعلوا الجرس. تابنوا. حول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.